اشتركوا في القناة نحن الآن في بثحي مباشر هنا المسجد الأقصر مبارك حوله مبارك داخله مبارك ترابه أرضه سماعه حوائه شجره كل شيء هنا مبارك هنا جنة الله على الأرض فهنيئا لمن أتى إلى المسجد الأقصر المبارك هذا المسجد العظيم نشاهده الآن في بهجته المبهرة هذا المسجد العظيم كله عظم على عظم عظمه الله وأعلاه اللهم احفظ لنا أقصى ما من كيد الكائدين ومن عبث العابثين ومن مكر الماكرين ومن غدر الغادرين ومن تخطيط المخططين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم يا رب للناس عبرة وآية اللهم جعله عظيما شامخا عاليا يعانق السماء الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما أجملك الله أكبر ما أروعك الله أكبر ما أعظمك الله أكبر ما أفضلك الله أكبر على كل من تكبر وتجبر الله أكبر ولله الحمد على المسجد الأقصى المبارك هذا المسجد العظيم جنة الله على الأرض صورة بالقرآن الكريم ما زلت في حقك صورة الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنره من آياتنا إنه هو السميع البصير نعم هنا آية من آيات الله رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج آيات منها هذا المسجد العظيم كان فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى في ساحاته وباحاته ومن ورائه مية وأربعة وعشرين ألف نبي ورسول صلوا خلف رسول الله في هذه الساحات والباحات المباركة هنا على هذا الطراب على هذه الساحات على هذه الباحات سجد الأنبياء والرسل جميعا أحياهم الله ليلة الإسراء والمعراج تكريما لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم صلوا من خلف رسول الله إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رسالة قوية يا أمة الإسلام أنتم المسؤولون عن هذا المسجد العظيم فهذه الصلاة المشهودة عبر التاريخ كانت في المسجد الأقصى المبارك صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم اللهم صلي وسلم مبارك وسلم على سيد الخلق حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اجعلنا من عبادك الخادمين المصطفين لخدمة المسجد الأقصى المبارك إلى يوم الدين اللهم أمين اللهم أمين ترجمة نانسي قنقر المسجد الأقصى المسجد 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 اللهم زده جمالا ورفعة وعظمة الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على هذه النعمة العظيمة المسجد الأقصى المبارك سيبقى مسجدا إن شاء الله عظيما عاليا ما دامت السماوات والأرض إنه المسجد الأقصى المبارك مبارك حوله مبارك داخله مبارك كل ذرة من ترابه مباركة كل نسبة هواء مباركة كل شجر وقال أحد الصالحين ليتني لبنى في المسجد الأقصى المبارك لا إله إلا الله هذا المسجد العظيم الذي يأسر القلوب هذا المسجد العظيم الذي تهواه النفوس هذا المسجد العظيم ترتاح فيه النس والروح تطمئن هنا في هذه البحات والساحة إنه المسجد الأقصى المبارك اشتركوا في القناة هذه السلامة هذه ساحة وصحم قبة الصخرة المشرفة هذه الساحة والمساحة تعادل نصف مساحة المسجد الأقصر المغارك حيث مساحته الكلية حوالي مية واربع واربين دينام الله أكبر والحمد لله هنيئا لمن شد إليه الرحال هنيئا لمن لبى نداء أقصى لبى نداء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لبى نداء الله لبيك يا الله لبيك يا رسول الله لبيك يا أقصى أقصى هنيئا يا مكتوب هنيئا هشين هذا الجمال المبهر في ساحاته واباحاته وحجره وشجره ليس له مثيل اللهم دمه يا رب العالمين واحفظه يا رب العالمين من كيد الكائدين ومن عبث العابثين ومن مكر الماكرين نعم فيه قبة الصخرة المشرفة هذه القبة الذهبية هذه القبة الذهبية التي تبهر العيون سبحان الله عن أي جمال تتحدثون ففيه صخرة تبهر العيون هنيئا لكم ولكل من أتى إلى هنا هنيئا لكل من أحب الأقصى وعشق الأقصى وعاش لأجل الأقصى وتعب لأجل الأقصى وشد الرحال لأجل الأقصى إنها وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال ائتوه وصلوا فيه قالوا يا رسول الله ومن لم يستطع قال فابعثوا بزيت نيسرج فيه نعم ابعثوا بزيت نيسرج فيه الله أكبر والله الحمد ضبيك يا رسول الله وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد ألا مسجد الحرام ومسجدي هذا ألا مسجد الأقصى نعم إنه تمؤننية للنفس وغذاء الروح إنه نبض قلوبنا ومهجت نفوسنا وقلوبنا الحمد لله خاب من خاب من ترك المزيد الأقصى وفلح ونجح وحاز على الدنيا والآخر من أتى إلى هنا ليصلي في المزيد الأقصى هنا الأجور مضاعفة مضاعفة لخمسمائة ضعف ومنهم من قال ألف ومنهم من قال ألف وخمسمائة ضعف فهنيئا أن كل من أتى إلى المسجد الأقصى فيتحصل على الأجور والثواب والخير العظيم هنا الحسنات هنا الثواب والأجور هنا الدعاء لا يرد نعم الدعاء هنا من قلب مؤمن لا يرد ادعو الله وأنتم موقنون في الإجابة فهنا الحمد لله هذا المسجد العظيم لا يرد فيه دعاء إن شاء الله من دخل إلى هنا وصلى صلاة ذات كشو وخضوع غفر الله له وكأنما خرج من بطن إمهم بدون ذنب ولا عقاب ولا أي سيئة هكذا كانت دعوة سيدنا سليمان عليه السلام وأمن عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال سيدنا سليمان يا رب كل من دخل المسجد الأخل مقارك يبتغي الصلاة فيه يخرج مغفورا له يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم اغفر لنا بنوبنا وكفر عن سيئاتنا وكفر عن كل سيئات من أحب الأقصى وعشق الأقصى وعمل لأجل الأقصى ودعم الأقصى وساعد في أسرته وفي سرجه وفي أعماره أنيئا لكم لكل من أحب الأقصى أنيئا لكل من أتى إلى هنا وشد الرحال أنيئا لكل من أنفق في سبيل الأقصى وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضر من خذلهم حتى يأتي يا وعد الله قال أين هم يا رسول الله قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس الحمد لله رب العلمين الحمد لله على هذه النعمة العظيمة الحمد لله اللهم ثبتنا يا الله اللهم ثبتنا يا الله على هذا النهج وعلى هذا الصلاة المستقيم واجعلنا يا رب من عبادك المتقين المخلصين المقبولين إليهم الدين وكل من قال آمين اللهم آمين اللهم آمين الحمد لله. ما هذا الجماد? رحمة الله. الحمد لله. الحمد لله رب العمين. عندما نأتي الهنا نشعر ونستعشر. نستشعر عظمة الله في هذا المسجد العظيم. هذا المسجد المبارك حوله. مبارك داخله. كل شيء هنا مبارك. هذه الآية العجيبة في القرآن الكريم. الله أكبر ولله. الحمد. هذا الماء الجانع العظيم. جانع قبة الصقرة. مثمن الأضلاع. له أربعة أبواب. أي أربع فصول في السنة. داخله اثنى عشرة عمود. أي اثنى عشرة شهر في السنة. اربعة وخمسين شباك. أي اربعة وخمسين اسبوع في السنة. اربعة وعشرين قوس. أي اربعة وعشرين ساعة في النهار. على مقابل كل باب خمس أعمدة. أي الأركان الخمسة في الإسلام. علوه من سجاده إلى قبة الصفرة. الله أكبر الله. الله أكبر الله. الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله رحمة الله و رحمة الله و رحمة الله رحمة الله و رحمة الله رحمة الله و رحمة الله موسيقى موسيقى اللهم رب هذا الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدنا الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية رفعة وبعث الله المقام المحود الذي وعدت من الجنة إنك لا تخلف المعاد يا الله اللهم الصغير صل وبرك على سيدنا محمد اللهم الصلاة والسيدنا وعلى آله وأصحابه يومين اللهم أمين اللهم أمين